ونلقي أيضا في نشرة المحلية الضوء على الشأن الطلابي حيث اختتمت في مدينة ساندييغو الأمريكية فعليات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرعي ولايات المتحدة الأمريكية بحضر وزير التربية ووزير التعليم العالية الدكتور بدر العيسى بدر العيسى أكد في كلمة نجاح المؤتمر بكل المقاييس معربا عن شكره للهيئة الإدارية على التنظيم والجهود المبذولة وذلك رغم الإمكانات المحدودة فازق قائمة الوحدة الطلابية في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرعي ولايات المتحدة الأمريكية بحصولها على 1503 أصوات متفوقة بذلك على قائمة المستقبل المنافسة في انتخابات هذا العام نحن نقول قائمة الوحدة الطلابية أن نحن إن شاء الله سنكون ثابتين على أربع مبادئ والتي هم الحرية والعدالة والمساواة والتي سنستخدمها كمسترتنا في اتخاذنا لقراراتنا وإن شاء الله سننجز أكثر وأكثر وأكثر بالتفاع في طلبة وطالبات أمريكا صارت العملية الانتخابية بشكل مطلوب ونشكر كل من آمن بمواد الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية نحن إن شاء الله جاهزين لخدمة كافة الطلبة والطالبات طلبة وطالبات أمريكا جاهزين لخدمتهم وإن شاء الله لكل حادث من حديث لله الحمد فازت قائمة الوحدة الطلابية بفارق ما يقارب 350 صوت وهذا ما يدل إلا على وعي الطلبة وثقتهم بقائمة الوحدة الطلابية بأشخاصها ومبادئها وكان المشروع الوطني المبادر لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال قد شارك للمرة الأولى في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا مشاركتنا في مؤتمر اتحاد الطلبة لسنة 32 مشاركة رائعة شاركنا ولله الحمد في معرض الفرص الوظيفية المصاحب لهذا المؤتمر وكان فيه تفاعل كثير من الشباب الطلبة الكويتيين والله الحمد قدمنا ورشة بيزنس بريج بروغرام وهذه الورشة متخصصة أو خاصة للطلبة الكويتيين المشاركين في هذا المؤتمر وطبعا هي أحدى مبادرات المشروع الوطني المبادر وتم من خلال هذه الورشة تمكين الطلبة وإعطائهم جميع المهارات والقوانين والإجراءات التي يجب معرفتها لتأسيس أي مشروع سقير في الكويت وهذا المشروع يكون مكمل لخطة التنمية أو يساهم في خطة التنمية وتخلل المؤتمر الثاني والثلاثين العديد من الأنشطة والندوات منها الاقتصادية والسياسية والدينية والرياضية وسط أجواء كويتية مليئة بالحب والديمقراطية فاز قائمة الوحدة الوطنية في انتخابات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية والمنعقد هنا في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا مما كان انعقاد المؤتمر أسامة عبدالعزيز موفا التلفزيون دولة الكويت